ايه واي سيدي واجد باش تستافد من البرنامج الدعم المباشر للسكان مزيعة دابا ديرشي بالرديالاتاي واجي نقول لك ما راح يتسجيل في هذا البرنامج اللي تصيبت له بوابة إلكترونية دعم سكان بوايما واللي غدي تبدأ نهار جوج يناير 2024 في 12 ديال نهار اول حاجة خاصك تديرها من ان تفتح رابط البوابة الإلكترونية دعم سكان بوايما هي انك تكليك على الزر وطلب الاستفادة من دعم المباشر للسكان غادي يتلعو لك جوج ميساجات وافق عليهم بعينك مغمضين واحد كيعني انك موافق على ان معالجة المعطيات الشخصية ديالك على منصة دعم سكان كتتم وفقا للقانون 080 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والتاني كيعني انك موافق على شروط استخدام تطبيق هويتي الرقمية ديال المديرية العامة الأم الوطني صافي عرفت راسك علشك توافق اورك راد معي البال يلا نكمله دابا غادي يبان عندك في الشاشة دي الحاسوب رمز الاستجابة السريع QR Code سكاده في تليفونك بالتطبيق هويتي الرقمية ولما كانش عندك هاتتطبيق في تليفون تقدر تليشارجه من جوجل بلاي ولا من أب ستور ودابا غادي تبع تعليمات هاتتطبيق من تليفونك ومنين غادي يبان لك في الشاشة معلوماتك الشخصية ضغط على الزر ووافق باش تأكد الهوية ديالك ويترسلوا المعلومات لدخلتي كاملين للمنصة الرقمية للدعم المباشر للسكان المرحلة الأولى من عملية تسجيل دازت بنجاح الخطوة الثانية واللي هي سهلة غادي نفتح حساب في البوابة الإلكترونية دعم سكان بويما دخل رقم تليفون ديالك غادي يجيك ميساج فيه كود كتب دك الكود هنا هات البلان غادي باش نتأكدوا ان هادك الرقم ديال تليفون ديالك ونقدر نصفتو لك فيه معلومات وحنا هانين دابا اختار شي كلمة سر مدباس ولكن عقل عليها وقيد هافش بلاساك اتعرفها غينتا عاود كتب هات كلمة السر هنا وكليكي هنا باش تأكد عملية فتح الحساب على البوابة الإلكترونية دعم سكان بويما معلوماتك تسجلت بنجاح حسابك اللي دارتي في هاد المنصة عندنا كلمة السر في الحفظ والصون دابا وصلنا الخطوة الأخيرة واللي هي ايداع الطالب ديال دعم المباشر للسكان في البوابة الإلكترونية دعم سكان بويما دخل هنا وعمر هاد الاستمارة الخاصة بلموقع الجغرافي ديال السكان لعول تتشري حدد الجهة الاقليم او العمالة اللي تبع لهم هاد السكان من بعد حدد من هنا تامان السكان اللي كتنوي تشري داخل في اينا شطر واش ما كيفوتش 30 مليون ديال السنتيم مع احتساب الرسوم ولا التامان ديالو كتر من 30 مليون وما كيفوتش 70 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم ودابا غدي تقول لنا بتحرك هاد الزر واش انت مواطن مغربي ساكن داخل او خارج ارض الوطن وصلتي وصلتي الهنا ما فيها باسي لكان عندك رقم المعرف الرقمي المدني والاجتماعي EDCS كتبوه في المكان المخصص لي على هاد الاستمارة الاخيرة مني نسألين عملية التسجيل في البوابة الالكترونية غدي تبالك واحد الرسالة في الشاشة كتأكد ليك انه تم ارسال طلب ديالك بنجاح وان الجواب على الطلب ديالك غدي تم في مدى مك التعداش 7 ايام غير على ما يتم تحقق من شروط الاستحقاق واللي كتم بتنسيق مع مجموعة من الشركاء وفي فيديو لاحق غدي نشرح لكم جميع المراحل اللي غيدوز من هالطلب ديالكم باش تستفدوا من دعم المباشر للسكان هاد الدعم كتشرف عليه وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة